في إطار عقد الدورة الثانية رفيعة المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تؤدي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فدريكا موغريني زيارة إلى الجزائر حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وستجتمع فدريكا موغريني مع رئيس وزراء الجزائر أحمد يحيى وذلك لمناقشة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أجل تكثيف التعاون في التجارة والاقتصاد ومحاربة الإرهاب على أن يترأس وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل مع السيدة موغريني أشغال الحوار الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2017 ببروكسل وينتظر أن تناقش الدورة ملفات كثيرة على رأسها التهديدات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود حيث سيبحث الطرفان الطرق والسبل الكفيلة بتعميق تعاونهما في هذا المجال كما سيقومان بتبادل الآراء حول التطورات الآخرات للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية وتأتي زيارة موغريني بعد زيارات متتالية لعدد من المسؤولين الأوروبيين حيث تصف الخارجية الجزائرية العلاقة مع الجوار الأوروبي بالشاملة والكثيفة والتي تتعزز أكثر وأكثر تحقيقا للمصلحة المتبادلة على المستوى الاقتصادي ومواجهة للتحديات المشتركة وقد وقعت شركة سوناتراك الجزائرية قبل أسابع على أربع اتفاقيات مع شركتي توتالا الفرنسية وإني الإيطالية للتنقيب عن النفط في عدة مقاطع من السواحل الجزائرية وتحصل الجزائر منذ عام 2011 على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها أكثر من 273 مليون يورو أما على الجانب الأمني الذي ينتظر أن يطغى على معظم نقاشات الدورة فترتبط الجزائر بعلاقة توصف بالوذيق مع جيرانها الأوروبيين على مستوى التنسيق والتخطيط وتبادل المعلومات الاستخباراتية اشتركوا في القناة